موسيقى تعرف شو سبب تخلف الامة الاسلامية دكتور؟ لا ما بعرف ليش حضرتك تؤمن بتخلف الامة الاسلامية؟ طبعا دكتور ليش فينا نخفي هادا الشي؟ طيب وشو سبب التخلف؟ لانه احملنا الدين ايوان يعني التمسك بالدين اساس التقدم العلمي سيد اسلام؟ طبعا كيف لكان؟ يعني بدك تقنعني انه السبب في تقدم الغرب وروسيا والصين واليابان هو تمسكهم في الدين؟ هيك ما بعرف دكتور انا بحكي عن حال امتي انا فكرتك راح تقول لي انه سبب التخلف هو الاستعمار والامبريالية والصهيونية والموساد لا لا لعل فينا دكتور ايو والله ما ضل عنا لا صدق ولا امانة ولا استقامة ولا انصاف ولا عدل ولكن ولا حتى رحمة اطلاقا يا زلمي طول بالك يا زلمي شايفك اليوم كتير متحامل على نفسك ها تعدد لي اسباب التخلف وعلى قولة المثال اذا عرفت الاسباب سهل العلاج اول سبب في تخلف الامة دكتور هو سقوط الخلافة الاسلامية اوف يعني هلا اذا اجت الخلافة بيجي معها حضارة وتقدم علمي طبعا كيف لكان ايه عشنا وشفنا وشو السبب التاني والسبب التاني فصل الدين عن الدولة وعدم اتباع حكم الله ومن لم يحكم بما انظر الله فاولئك هم الفاسقون بتذكر اني قلتلك في احدى المرات انه امتي خير امي اخرجت للناس ايه بتذكر لما كنا راحين على المطار وبتذكر ليش نحنا خير امي ايه لانكم تأمرونا بالمنكر وتنهونا عن المعروف ايه علينا بتظلك تقولها بالقلب دكتور تأمرونا بالمعروف وتنهونا عن المنكر يا اخي طيب طيب وشو هلا ولا شي اهملنا شرع الله وبعد ما كنا خير امي صرنا اخرى امي لا سمح الله لا سمح الله سيد اسلام اسمح لي قلت انه انت بتشوف الامور سلبا كيف يعني يا اخي الدين لله والسياسي للبشر ومثل ما قال المسيح اعطوا ماله قيصر لقيصر ومال الله لله والعلمانين جماعة كل همهم يصلحوا احوال الناس والبلد لا ابدا هيدون مفسدون مش مصلحون واذ قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون يعني اذا طاعوا الله الرسول تتحسن احوال الامة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السبب الاول والتاني ما خرطوا براسي التالت اكيد رح يخرط براسك دكتور هات لنشوف شو السبب التالت السبب التالت انه تركنا الجهاد في سبيل الله بطلنا الرب اولادنا على اداب الجهاد يا اخي الله وكيلك صاروا يحبوا الحياة اكتر من الموت ليش لازم يحبوا الموت اكتر من الحياة طبعا كيف لكان ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون شوف سيد اسلام رح كون صريح معك الصراحة حلوة دكتور حلوة التقدم العلمي هو نتاج فكر بشري مش ديني وتخلف الامة تبعك ما له علاج لانه متعلق بامور ديني والمسؤول الاول عن التخلف هو انت ايه وشو العمل لازمك مخ جديد شو اقولك دكتور ممكن بالغرب يزرعوا لي مخ جديد لا اللمخاخ اللي عندون ما بتركب براسك لانه مبرمجة على حرية الرأي والديمقراطية والاصلاح وفصل الدين عن الدولة انت بيلزمك مخ تفصيل اشتركوا في القناة